البيت كله نايم. ما لقيت ما كان اصور فيه. غير عند باب الشقة. مشاهدين اعزائي انا احوص رسعيد في فيديو ما اريد اتكلم عن الوكالة. زي من اللي شايفين كده انا عادة على الارض. السوال لها قادة مريحة قوي. طيب مبدئين كده انا عادة اقول لكم حاجة علشان في اسئلة كتيرة قوي جاتلي. ان انا ليه باشتري مني الوكالة يعني وكده. اولا انا باشتري لبس بالا او لبس مستعمل او لبس من الوكالة. علشان ده محافز على البيئة وكمان محافز على فلوسي. وكمان بصوا انا عايز انام فهتلوني صراحة قوي. فيسمعوني. ولو لو لتوني بخرف في الكلام او بهيز. حاولوا تفهموني وتلقوتوا منك كلاية. تمام? بس سانيا بيبقى فيه حاجات قطع. بيبقى فيه قطع. بيبقى فيه قطع. بيبقى فيه قطع. مش ملاقى في اي حتة. قطع كده بتبقى انتيك كده اللي هو ايه? انا لبس حاجة محدش هيلبس زيها. فما ممكن تكون بتاعت ملكة ولا حاجة. فالله هو ايه? انتو مش هانتو انتو انت ديها مش انت دي منين? ففهمين انتو? فساعد بتلقوا قطع مش منتشرة وحلوة. طيب. نبدأ كده ونقول باسم الرحمة الرحيم هوريكو اول قطعة انا اشتريتها. جبت الاميس الجنسي ده. انا بحب الاميس الجنسي قبل. احلى حاجة عجبتني فيه ان هو مترز. طبعا مش عايز اقول لكم ان انا مفودة عيدة على التطريس ده. علشان انا انسانة اه موسويسة يعني اي حاجة بجيبها فيها التطريس احس ان التطريس ده هيقع مني في اول خروج. فازاي مش عارفة. طبعا اهو عايز الكوي هو قصير. فهمين? فهو لسه عايز التبس بق عليه. اكيد هيكون. بكم علشان يبان في الشغل ده. ده كان مانجو. تمام? اهو. مقاس مقاسي. والدنيا كانت تمام. ده كان بخمسة وتعاتين جنيه. بعد كده اشتريت الكتعة دي تعليلي. بصوا يا جماعة. بص انا مضطيسوت عشان الناس ما تسحورش. عشان ما نعملش مشكلة غالفوطي. الساعة دولاتي الساعة خمس اربعة وفجل جاي. طي جدت الكتعة دي بقى بحبها قوي. حبتها جدا. ده بصوا ساعة ازاي? هي طبعا خفيفة فطبعا لازم الابس عليها اصلا هيكون اسود عشان هي رقابتها مفتوحة قوي. فطولها مناسب. وكمامها حلوة. وانا بحبها قوي. دي كانت ماركة مش عارفة. يعني ماركة كده مكتوب عليها بصين يباين. فاللي هي حلوة يعني. وبرضو الكتعة دي كانت بخمسة وعشرين خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. طبعا كان نفس اشتري شنطة. آآ علشان انا ما اشتريتش شنط من الوكالة. آآ غير من زمان قوي. كنت شار هي عشان تتين تراتك كده. حتهم في فيديو. وعطروا لكم الفيديو في صندوق الوصف. انا عملي لينك في كل فيديوهات الوكالة. فلو انت لسه دي ده اوه مرة تشوفين. وعادة ده وقت شوفي خبرتي في الوكالة والحاجات دي. فانت هتخش على صندوق الوصف. اول لينك هيقبلك الانستا. طبعا آآ اعمليه اللي فلو عليه علشان انا يعني كل يوم بحطي يومياتي الشهيرة بتاعتي. تلي لينك بقى على دولة هيقبلك ده فيديوهات البوكالة كلها بقى خشي وعيشي حياتك فيها. ولا عادة سترى اي سؤال انا معيك. فهم يعني انا موضحة كده ومنزبط الدنيا. بس انا حسيت ان انا لازم اعمل فيديو دلوقتي علشان الحق منتجه والحق انزله. الحمد لله. المهم ان نخش في الموضوع تاني. ان انا كنت نفسها اشتري شنطة. فنزلت فعلا وهوريكو دلوقتي. انا لما كنت عايزة اشتري شنطة لقيت ايه? طيب بعد ما لفيت ولقيت سونات عدويتني الشنطة السودة اللي هي الصغرنونة دي قوي حتى اعادت تقليف فيها في الفيديو. بس هي المشكلة ان انا لقيتها من غير سستة. يعني هي بتتقفي كده على طولي يعني هي ما فيهاش سستة يعني ما كانش فيها سستة وبالسستة بايزلقها هي من غير سستة. فانا بصراحة عندي مشكلة في الشنط دي. لان بكده انا في الجامعة كنت حطى قلم روج بحبه قوي كنت مامل لسه جايبهولي. وبعد كده كنت حطى في الشنطة بقى واسقى في نفسي وانا ماشية. والشنطة اتقلبت كده. وطبعا كنت من غير سستة جيبت فتح وكل حاجة واقعت في الجنينة. عقبال ما وسبت المدرج. لم مقيتش اي حاجة في الشنطة. وبعد كده رحتي طبعا هتقولي انت مرجعتش تاني للطريق. رجعت نفس الطريق. وسبت المحاضرة بقى. عارفين انتو? زبت المحاضرة. عدت لف. الله انا كده مستريحة. عدت لف بقى على طول الجامعة كده من باب تجارة مسلا لحد اداب شفو بقى يعني الجامعة القاهرة عارف الطريق ده قدي ايه. في روحة خلص لقيت القلم ولقيت النوت ولقيت كل حاجة معادة انا من روج. والله ما لقيته. فعشان كده من ساعتها انا ببشتريش تانيات من غير السوصي. لازم نسست كده شوفها قدام عيني. واشتري عشان كده. فطبعا ما اشتريتهايش. بس هي كترينجها ميتين جنيه ومية وخمسين جنيه كانت جلدة قبيعي وكانت بصراحة جميلة قوي. بس بحكده بقى اشتريت زي جاكت كده اهو. ده حلوة قوي. آآ الجاكت ده انا آآ عاجبني عشان هو قطيفة. ما عارفش ماركة ايه. بس هي مكان الماركة فيه دفيرة. فما عارفش هو كانوا قصدهم ايه. وهو مقاسي بس هو مزعر بس هو مقاسي يعني. وهي لونه رمودي انا يحب اللون ده قوي. فبرضو اشتريته ده. كان خمسة واربعين جنيه. وبعد كده كنت عايز اشتري جازمة. يعني ما لقيتش نصيبي في الشنط فقلت اخش في الجزم. عطت اتفرج بقى على الجزم وكده. وآآ عجبتني جازمة عجبتني. عجبتني جازمة حلوة قوي. كانت جلدة طبيعي. بس حاسيت ان هي يعني ايه? عارفين لما تلبسوا جازمة. ما قاسكوا بس تتكون مكلبشة في رجلوك واول ما تلاقيها ترتاحي. فحاسيت ان انا مش برتاحة فيها ما اشتريتهيش. كانت بنتين جنيه بعضو. بس ما اشتريتهيش. بعد كده بقى عادت ااخد جولات كده كنت عايز اشتري بنترون جينس. تمام? فتعالوا نشوفوا بقى ما كنت بدورة على بنترون جينس. كانت ايه الاشكال ذو كده اللي قدامي. كانت بنترون بسعر خمسة وتسعين جنيه او مية جنيه. طرم شوف ما عاد. انتو شوفت البنتلون ان انا اه كنت عم يعني عديت اعطيها رح رجعت له تاني البنتلون دل كنت مجابي بيه قوي هو كان وايد لج وهو البنتلون اللي كان وايد لج في الستند. الرجل قاعد يقولي ده مقاسك ده مقاسك. قوله يا حد كنش مقاسي يقولي مقاسك. المهم ان انا دخلت البروفة فعلا بيبقى فيهم حالات فيها بروفات عشان هو ده كان كان استند بس جبت طبعا محل. فانا يعني مدخلش يعني صغير قاب. فطلعت بيقولي ايه ايه قلت له بص هو مش لق علي. هو مش لق علي. فاللي هو ما جبتهوش بقطه. وصلي طبعا شوفت كابات كتيرة قوي عجبتني كنت بدور على كاب. بس حاسيت ان الكابات كلها يعني مش هتمفعلة. تعالوا نشوف كده مع بعض. سعر الكابات كان بتروح خمسين اربعين خمسة وثلاثين خمسة وعشرين كده يعني كل واحد على حسب بقى حجمه وعلى حسب الجودة بتاعته وماركته جديد ولا قديم بس كان فيه تشكيلة حلوة قوي يعني انتو شوفتو المحل وصل للسقف يعني محل للطقاط بس منهم ان شاء الله الطقاط ايه? الكابات وصل للسقف بس ما اشتهيتش حاجة برضو. قوم كده يكون الفيديو بتاعي خلص ربكم اعجبك الفيديو ولو عايز تنزيل تشتري حاجات سيفي حاول تنزيل الايام دي علشان الشتو هينزل اول عشر هتلاقي الشتو ينزل فعلا خلاص. وطبعين الفيديوهات الجاية ولو عجبك محتوية ما تنساش الاشتراك علشان فيه 80% اللي بيتفرج علي بينسوا يحطوا اشتراك. يعني دوسي كده على اشتراك انت كده اشتراكت خلاص. ودوسي لايك كمان لو عجبك الفيديو. وتابعيني في فيديوهات الجاية. يلا باي باي.